هذا الشهر شهر الصدقة شهر النفقة شهر العطاء شهر البذل ابن عباس رضي الله عنهما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن فكان أجود من الريح المرسل صلى الله عليه وسلم أليس هو القدوة صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا هذا الشهر شهر العطاء شهر البذل ليس شهر الكسل كما يظن الكثيرون شهر النوم لا شهر الطاعة شهر البذل شهر العبادة شهر القيام شهر العبادة شهر البذل